تابعي قناة هل تعلم المراهقة مصطرح غربي حديث هدفه انتزاع الثقة من الشباب وإيجاد العذر لطيشهم فسن الشباب ليس هو سن المراهقة والضياع ولكنه سن الحكمة والمعرفة وهي نظرة الإسلام لهذا السن هذه لائحة لبعض شباب الأمة الإسلامية عبر التاريخ الذين تميزوا في فترة سن الشباب أولا محمد الفاتح كان عمره 22 سنة فتح القسطنطينيا عاصمة الدولة البيزنطية التي استعصت على كبار القادة حينها ثانيا عبد الرحمن الناصر كان عمره 21 سنة عصره هو العصر الذهبي في حكم الأندلس وقد قضى فيها على الاضطرابات وقام بنهدة علمية منقطعة النظير لتصبح أقوى الدول في عصره حتى تودد إليه قادة أوروبا ثالثا عتاب بن أسيد والله النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعمره 18 عاما رابعا أسامة بن زيد كان عمره 17 سنة قاد جيش المسلمين مع وجود كبار الصحابة رضي الله عاهم كأبي بكر وعمر ليواجه أعظم جيوش الأرض حينها خامسا محمد القاسم كان عمره 17 سنة أيضا فتح بلاد السند وكان من كبار القادة العسكريين في عصره سادسا سعد بن أبي وقاص كان عمره 17 عاما أول من رمى بسهم في سبيل الله وكان من الست أصحاب الشورى وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إليه قائلا هذا خالي فليرني كل مرء خاله سابعا الأرقم بن أبي الأرقم كان عمره 16 عاما جعل بيته مقرا للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر سنة متتابع ثامنا طلحة بن عبيد الله كان عمره 16 عاما أكرم العرب في الإسلام وفي غزوة أحد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل بيده حتى شلت يده ووقاه بنفسه تاسعا الزبير بن العوام كان عمره 15 عاما أول من سل سيفه لله في الإسلام وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم عاشرا عمر بن كلثوم كان عمره 15 عاما ساد قبيلة تغلب وقد قيل عنها لو لا نزول الإسلام لأكل بن تغلب للناس أحد عشر معاذ بن عمر بن الجموح كان عمره 13 عاما ومعوذ بن عفراء كان عمره 14 عاما قتل أبا جهل في غزوة بدر وكان قائدا للمشركين حينها اثنى عشر زيد بن ثابت كان عمره 13 عاما أصبح كاتب الوحي وتعلم السريانية واليهودية في 17 ليلة وأصبح ترجمان الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ كتاب الله وساهم في جمع القرآن إذن بعد كل هذا أتعتقدون أن سن الشباب هو سن المراهقة والطيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته